السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومجددنا أصدقائي على قناة بيكس أرت بالعربي اليوم إن شاء الله سنقوم بعمل هذا التصميم إن شاء الله طريقتنا لإعجابكم أولا نغصدك إدعمني بلايك للفيديو ونبدأ بعد هذا الفاصل القصير أولا بعد الدخول على تطبيق بيكس أرت نضغط على اختيار قماش ونختار هذا الحجم 1024x768 ونضغط عليها مجددا ونقوم بتدويرها بهذا الشكل ومن ثم نضغط على هذا السهم الموجود بالأعلى نضغط على إيقونة الألوان ونختار اللون الذي نريده مثلا أنا سأختار هذا اللون وبعد ذلك نضغط على إيقونة الأشكال ونختار شكل الدائرة ونضغط على التعبئة بعد ذلك نضغط موافق ونسحب بهذا الشكل حتى تظهر لنا الدائرة نضع بهذا الحجم ونضع هنا بأعلى الخلفية نضغط مرة أخرى على إيقونة اللون ونختار اللون الأسود ونضغط صح نضغط مرة أخرى على إيقونة الأشكال ونختار شكل الدائرة ولكن هذه المرة نختار سطر ونضغط موافق نسحب بهذا الشكل لتظهر لنا الدائرة على شكل السطر نضع هنا على حواف الدائرة السفراء ونضغط على هذا السهم الموجود بالأعلى ونختار تحرير صورة نضغط الآن على إضافة صورة وتكون بإضافة الصورة الشخصية هناك العادة لإزالة الخلفية نضغط على قطعة ونحدد بهذا الشكل حول الصورة وبعد التحديد نضغط على هذا السهم الموجود بالأعلى ستجد أن الصورة الشخصية قد لوونت هنا نبحث عن المناطق التي لم تلون نضغط على الفرشة ونقوم بتلوين هذه المناطق في المناطق الضيقة نصغر حجم الفرشة قليلا وبعد الانتهاء نضغط على حفظ نكبرها بهذا الشكل وبعد ذلك ندخل إلى الحد سيحدد لنا خط حول الصورة الشخصية نصغر الحجم مثلا إلى 10 أو 9 وبعد ذلك نضغط صح والآن ندخل إلى الرسم ونضغط على إيقونة اللون ونختار اللون الأبيض ونضغط على إيقونة الأشكال ونختار أيضا شكل الدائرة ونضغط موافق ونسحب بهذا الشكل لتظهر لنا الدائرة البيضاء نضعه على الدائرة السوداء ولكن بانحراف قليل يعني لتظهر معنا على هذا الشكل وبعد ذلك نضغط على السلاس نقاط ونقوم بحفظ الصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في التصاميم الجديدة إن شاء الله